بعد رافع سعر الخبز 300% 500 جنيه مرة واحدة ارتفاع بيضرب أسعار القمح والجرام بيخسر 1310 جنيه انخفاء جديد بيضرب سعر الدهب النهاردة بالأسواق وعيار 21 بيسجل هذا الرقم وحقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار قبل العيب بننشر التفاصيل وتغيير 18 وزيرا إعلام مصر بيفاجئ المصريين وبننشر التفاصيل وقبل عيد الأضحى مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض النهاردة وموعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وهل هو تعديل محدود أم تعديل شامل بننشر لحضراتكم التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اعمل متابعة للصفحة اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه خمس تلاف وست تلاف وصلونا كمان تسع تلاف أعجبني وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نملى التعليقات بالصلاة على الحبيب محمد ونعمل شيرة ومشاركة للفيديو على صفحاتنا الشخصية وفي المجموعات عشان غيرنا يستفيد بعد رفع سعر الخبز 300% 500 جنيه مرة واحدة ارتفاع يضرب أسعار القمح في أخبار النهاردة عن أسعار القمح المستورد غيلي شوية يعني زاد من 250 ل500 جنيه في الطن الواحد والدقيق كمان زاد حوالي 300 جنيه في الطن طب تعالوا نشوف بالتفاصيل القمح المستورد اللي بنسبة 11.5% بقى بـ 12900 جنيه للطن يعني زاد في حدود الـ 450 جنيه واللي بنسبة 12.5% بقى بـ 13100 جنيه زاد 500 جنيه والقمح الأوكراني اللي بنسبة 11.5% بقى بـ 12750 جنيه زاد 250 جنيه بالنسبة للدقيق الدقيق المستخرج 24 بقى بـ 15300 جنيه للطن زاد 300 جنيه والدقيق المستخرج 27 بقى 15600 جنيه يعني زاد هو كمان 300 جنيه زي ما قلتلكم صعر القمح والدقيق المستورد ارتفعت وده طبيعي بيأثر على سعر الخبز بشكل عام وللأسف الحكومة قرارت ترفع سعر الخبز المدعم من 5 روش لـ 20 قرش وده قرار صعب بس الحكومة بتقول انه ضروري عشان توازم ما بين دعم المواطن وتكلفة الانتاج اللي بتزيد من المهم نكون عارفين ان الاسعار العالمية للمواد الغذائية بتتأثر بعوامل كتير زي الازمات العالمية الحالية وتغيرات المناخ وغيرها من العوامل اللي بتخلي الاسعار تتقلب علينا كلنا نكون وعيين بالوضع ونحاول نوفر في استهلاكنا ونتأكد اننا مش بنهدر اي اكل وعاوز اقول لحضراتكم يعني بشوف كتير للأسف يعني العيش بيبقى زيادة فبنرميل الفراخ يعني حاجات كده ملهاش لازمة نحاول ان احنا نجيب العيش على قدنا طبعا ده يعني للأسف احنا زي معرفنا من كام يوم ان الحكومة خلاص قررت انها ترفع سعر خبز المدعم من 5 روش لـ 20 قرش طبعا ده على المواطن البسيط بتحمله حاجة صعبة الـ 20 اي او 15 قرش الزيادة دي حاجة صعبة بالنسبة للمواطن البسيط اللي بيكمل الجوع بتاعه بيكمل عشان يشبع بيكمل اكله عيش زي ما بيقوله فنتمنى للأزمة دي تعدي او يكون فيه تعديل للمستوى المعيشي للمواطن البسيط والغالباء اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الجرام بيخسر 1310 جنيه انخفاض جديد بيدرب سعر الدهب النهاردة في الاسواق وعيار 21 بيسجل هذا الرقم النهاردة سعر الدهب طلع تاني في مصر الجرام الواحد زاد 20 جنيه عن مبارح ده كلام نادي نجيب رئيس غرفة القاهرة التجارية قال لصحيفة مصراوي اندهب النهاردة عمالي يزيد كل شوية من الصبح وطلع لعشرة جنيه وبعدين كمل زيادة لحد 20 جنيه تعالوا لحضراتكم اسعار الذهب بالاعير عيار 14 سجل 2093 جنيه للجرام الواحد وعيار 18 بقى ب 2691 جنيه للجرام وعيار 21 بقى ب 3140 جنيه للجرام وعيار 24 بقى ب 3588 جنيه للجرام الجنيه الدهب بقى سعره وصل ل 25120 جنيه بس طبعا ممكن يختلف السعر من تاجر للتاني وده سعر الدهب اللي موجود في الجنيه الدهب كمان سعره زاد في العالم كله الانصل اللي هي من عيار 24 وصلت ل2360 دولار النهاردة يعني زيادة 22 من 100 بالمئة عن مبارح ده حسب آخر أخبار من وكالة بلومبرج وعشان أسعار سبائك الدهب من عيار 24 بتختلف حسب وزن السبيكة وطبعا حسب التاجر بس عموبا هقول لحضراتكم الأسعار السبيكة الواحد كيلو حوالي 3 مليون و 600 ألف جنيه والسبيكة الـ 500 جرام حوالي 1 مليون و 800 ألف جنيه والسبيكة الـ 250 جرام حوالي 900 ألف جنيه والسبيكة الـ 100 جرام حوالي 360 ألف جنيه ودي زي ما قلت لحضراتكم أسعار تقريبية ممكن تلاقيها مختلفة شوية من تاجر للتاني ولو عاوزين جرامات أصغر من كده زي 20 جرام أو 15 جرام برضو هتلاقوها عند التجار بس أسعارها هتكون على حسب سعر الجرام وقتها وخلي بالكم أنه يعني السعر بالمصنعية مختلف عن سعر الجرام لأن المصنعية بتختلف من تاجر صاغل آخر فمش أقدر أقول لكم سعر المصنعية أو سعر الجرام النهائي بكام بعد إضافة الضريبة والدمغة والمصنعية بس عاوز أقول لكم مصنعية بتلعب ما بين 100 جنيه لـ 150 جنيه أو كمان من 80 لـ 150 جنيه ده حسب التاجر زي ما ذكرت الحضراتكم حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار قبل العيد موضوع البنزين والسولار ده شاغل بلنا كلنا اليومين دولي ناس كلها بتتكلم عن زيادة جديدة في الأسعار خصوصا مع قرب العيد الكبير الكل مستني قرار لجنة التسعير هيجتمعوا قبل العيد ولا بعد ده اللي هيحدد سعر البنزين والسولار الأيام اللي جايها لحد دلوقتي ما فيش أي تصريح رسمي بزيادة الأسعار آخر مرة زادت فيها الأسعار كانت في مارس اللي فات والزيادة كانت جنيه واحد في اللتر يعني دلوقتي أسعار البنزين 95 ب13 جنيه ونص وبنزين 92 ب12 جنيه ونص وبنزين 80 ب11 جنيه إما السولار فسعره 10 جنيه وغاز السيارات ب6 جنيه ونص للمتر المكعب واستوانط البتجاز ب100 جنيه بس فيه كلام كتير عن زيادة جديدة في البنزين والسولار ممكن توصل لجنيه في اللتر ده كلام رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية وبيقولوا كمان إن السولار ممكن يزيد بنسبة 10% عشان أزمة الغاز والمزوت مهم دلوقتي إن إحنا نستنى اجتماع لجنة التسعير اللي المفروض يتم عقده آخر الشهر ده هما اللي هيقولوا القرار النهائي بخصوص الأسعار أحسن حاجة نعملها دلوقتي إننا نعتمد على المصادر الرسمية عشان نعرف الأخبار الأكيدة وممكن نتابع موقع وزارة البترول أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وزي ما ذكرت قبل كده إنه زيادة في سعر السولار وزيادة خصوصا لما يكون كبيرة هيأثر بالسلب على الأسعار في مصر كلها وفي أسعار السلع والقدار تحديدا أترك لحضراتكم التعليق تغيير 18 وزيرة إعلامي بصري بيفاجئ المصريين في أخبار جديدة عن الحكومة الجديدة من الإعلامي مصطفى بكري بيقول إن فيه تغيير كبير هيحصل في الوزارة وإنهم نويين يدمجوا بعض الوزارات مع بعض وإن فيه حوالي 18 وزير ممكن يتغيروا وكمان ممكن يعملوا وزارات جديدة كلام دا قاله مصطفى بكري في برنامجه وحقائق وأسرار على قناة صدى البلد وقال كمان إن الحكومة الجديدة دي هتتشكل قبل العيد الكبير يعني في خلال أيام وإن التعديل الوزاري ممكن يعلنوا عنه يوم الثلاثة الجاي مش بس كده دا كمان قال إن حركة المحافظين ممكن تحصل قبل العيد كمان وإن دا ممكن يكون يوم الخميس اللي جاي يا ترى إيه الوزارات اللي هيتم دمجها ومين الوزاراء اللي هيتغيروا هنستنى ونشوف الأيام الجاي هتقول إيه ولكن موضوع تغيير الوزارات دا فيه إيجابيات وسلبيات ومحدش يقدر يحكم عليه إلا بعد شوية من ناحية تغيير الوزارة ممكن يبقى حاجة حلوة تخيالوا كده لما ييجي ناس جداد بأفكار شابة ونشيطة ممكن الحكومة تبقى زي مكنة جديدة بتشتغل بأقصى سرعة وكفاءة ممكن الخدمات اللي بناخدها تتحسن والناس تحس بجد أن فيه حد بيسمعهم كمان لو الوزارة الجداد ناس قد المسئولية والشفافية والمسألة ممكن يبقوا عنوان الحكومة الجديدة بس استنوا شوية موضوع مشوار دي كده لو تغيير الوزارة مش معمول صح أو كل شوية بيتغير وزير حكومة هتبقى زي العربية اللي مفيهاش بنزين مش هتعرف تتحرق خطوة للأمام مشاريع اللي بدأناها ممكن تقف واللي تعمل ممكن يبوز كمان الوزارة الجداد ممكن ياخد وقت على ما يتعودوا على الشغل الجديد ويفهموا الدنيا ماشية ازاي باختصار تغيير الوزارة ممكن يبقى حاجة كويسة أو وحشة على حسب اللي هيحصل بعد كده المهم من الوزارة الجداد يبقوا قد المسئولية ويبقى عندهم خطة واضحة عشان يقدروا يخدموا البلد ويصلحوا منها اترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر قبل عيد الاضحة مفاجأة في اسعار الدواجن والبيض النهاردة النهاردة هقول لكم على اسعار الفراخ والبيض في السوق زي ما انتم عارفين الاسعار دي بتتغير على طول بس النهاردة الحمد لله الاسعار مستقرة شوية فراخ البيضة سعرها في البرصة 91 جنيه لكيلو يعني ممكن تلاقوها عند بتاع الفراخ من 95 ل 100 جنيه بالنسبة للفراخ الساسو فدي سعرها من 112 ل 113 جنيه ممكن توصل لحد 120 جنيه الفراخ البلدي فدي غالية شوية سعرها من 115 ل 120 جنيه سعر الكاتكوت الابيض من 24 ل 34 جنيه على حسب الشركة والكاتكوت الساسو سعره من 18 ل 20 جنيه الفراخ البلدي الحر فده سعره من 8 جنيه ونص ل 9 جنيه ونص بالنسبة للبيض فكرتونة البيض الاحمر سعرها من 136 ل 139 جنيه في البرصة يعني ممكن تلاقوها من 140 ل 150 جنيه والبيض الابيض سعره قريب من الاحمر من 135 ل 138 جنيه في البرصة ممكن تلاقوه من 140 ل 145 جنيه سعر المستهلك البيض البلدي فسعره من 129 ل 131 اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر اخر وموعد اداء الحكومة الجديد لليمين الدستورية هل هو تعديل محدود ام شامل كشف الاعلامي احمد موسى عن موعد اداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وضح ان المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة هتستمر لحد يوم الاتنين او الثلاثة الجاي احمد موسى في برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد توقع ان الحكومة الجديدة هتؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثة الجاي ووضح ان الحكومة الحالية هتفضل في تصريف الاعمال لحد ما الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية قدام الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال ان البلد على اعتاب حكومة جديدة واسعة مش مجرد تعديل وزاري محدود ووضح ان الحكومة الجديدة هتضم شخصيات حققت نجاحات في قطاعات زي الامن الغذائي واكد ان مش بنتكلم عن اعفاء للحكومة او تعديل وزاري بل الحكومة قدمت استقالتها ونوه ان الدكتور مصطفى مدبولي هيروح لمجلس النواب خلال الفترة الجاية عشان يعرض خطة الحكومة اشار احمد موسى كمان ان الفترة الجاية مهمة جدا وان الحكومة الجديدة هتواجه تحديات كبيرة لكن بالافكار الجديدة والشخصيات اللي هتنضم للحكومة فيه امل اننا نشوف تحسين في الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين واضاف ان الهدف من التغييرات دي هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتلبية احتياجاته بشكل افضل واسرع وقال اننا لازم ندي الحكومة الجديدة فرصة وندعمها عشان تقدر تنفذ خطتها وتحقق النجاح اللي تتمنى كلنا وبيأكد على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على اختيار افضل الكفاءات لقيادة المرحلة الجاية وان التعاون بين الحكومة والشعب هو الاساس لتحقيق التنمية والازدهور في النهاية نشد احمد موسى المواطنين بالصبر والتفاقل بالمستقبل وننا كلنا لازم نكون ايجابيين وندعم بلدنا في الظروف دي عشان نقدر نبني مستقبل افضل للاجيال الجاية اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية ناشرة الاخبار اتمنى اكون خفيفة على حضراتكم اتقلتش عليكم ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم فيه فيديو جديد وقريب باذن الله كان معكم اسلام الامير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته